بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين اللهم صلى الله عليه وسلم قال الشروط المساعدة في كشف الإجماع وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة نعم ذكرنا في الدرس الماضي أن الإجماع إنما يكشف عن وجود ارتكاز وفهم عام لدى الفقهاء وتلقوه من الفقهاء الذين قبلهم الذين هم عاصر الأئمة وأصحاب الأئمة عليهم السلام الذين نقلوا لنا أخبارهم فهنا يوجد بين الإجماع وبين الدليل الشرعي توجد واسطة وهي هذا الارتكاز والفهم العام الذي تلقاه فقهاء الطبق الأولى من عصر الغيبة عن من سبقهم الذين سبقوهم من أين جاءوا بهذا الارتكاز وهذا الفهم والوضوح العام الذي بين أيديهم إنما جاءوا به من معاصرتهم للمعصوم ورؤيتهم للأدلة الشرعية كأقوال مثلا المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم ولكنهم حينما ارتكز هذا في أذهانهم وحينما شكلوا وضوحا عاما لديهم لم ينقلوا مدرك هذا المرتكز لم ينقلوا مستند هذا المرتكز عن المعصوم فالإجماع يكشف لنا عن وجود ذلك الارتكاز في الذهنية المتشرعة في عصر ورواة الحديث والفقهاء في العصر القريب من الغيبة وهذا الارتكاز امتداد لارتكاز موجود للطبقات التي قبلهم هذا الارتكاز وليد البيان الشرعي وليد ما رأوه أو سمعوه عن المعصوم عليه السلام ولذلك قلنا إن كان لدينا دليل آخر يكشف لنا عن وجود هذا الارتكاز كالسيرة المتشرعية أو القرائن الأخرى أي قرائن أخرى غير الإجماع يمكن أيضا أن نعتمد على ذلك الارتكاز وإثبات الحكم الشرعي كما ذكرنا في الدرس الماضي طيب بناء على ذلك ما هي العوامل أو الشروط التي تساعد على اكتشاف أو يعني استعمال الإجماع في الكشف عن ذلك الشرط الأول أن يكون الإجماع وهذا واضح أن يكون الإجماع من قبل الفقهاء المتقدمين القريبين المتاخمين لعصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة بعهد الرواة يعني بعد أن غاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان هناك رواة رواة الحديث ما زالوا موجودين يرون الحديث عن المعصومين ثم بعد ذلك يعني إما الرواة المباشرين عن المعصوم أو من يروي عنهم يعني بطبقة قريبة هؤلاء الرواة عاصروا الفقهاء الأوائل الذين ظهروا في زمن الغيبة الفقهاء الأوائل الذين ظهروا في زمن الغيبة كم مثلا نقول ابن أبي عقيل الشيخ المفيد وما شابه ذلك شيخ الكليني شيخ الطوسي ربما أيضا يعني قارب هذا العاصر فلابد أن يكون المجمعون من هؤلاء من هذه الطبقة لماذا؟ لأنهم هم هؤلاء الذين يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يكونوا قد عاصروا ذلك الارتكاز وعاصروا ذلك الوضوح وعاشوا ذلك الوضوح أما الفقهاء الذين أتوا فيما بعد ونشك أنهم هل فعلا هذا الوضوح والارتكاز كان موجود شيئا فشيئا يزول هذا كلما تقدم الزمن فالمهم لدينا هو أن يكون المجمعون فقهاء تلك الطبقة وذلك العاصر دون الفقهاء المتأخرين النقطة الثانية أن يكون الفقهاء المجمعون أو جملة مثلا كبيرة معتد بها منهم الأغلبية من المجمعين لم يصرحوا ولم يذكروا الدليل الشرعي الذي اعتمدوا عليه يعني لابد أن لا يكون هناك دليل شرعي معين يحتمل أن الفقهاء المجمعين رجعوا إلى أو استندوا إليه في فتاواهم أما لو وجدنا عند عدد منهم مثلا كبير معتد به أنه ذكر دليل آية ذكر الرواية أصل عملي كذا كذا فإن المهم هنا بعد ليس الإجماع وإنما المهم هنا يصبح الإجماع يسمى بالإجماع المدركي يعني هناك نكتشف وجود مدرك وجود دليل اعتمد عليه الفقهاء المجمعون فالمهم هنا يصبح هو مراجعة ذلك الدليل ذلك المدرك وتقييمه أنه هل يصلح أو لا يصلح هل يصلح أو لا إلا أنه يعني هنا الإجماع لا ينفع في إثبات الحكم الشرعي وإنما لا بد أن نرجع إلى ذلك الدليل ولكن إجماع الفقهاء على دليل معين هذا يشكل قوة في ذلك الدليل نريد أن نلتفت إلى هذه النقطة نعم صحيح أننا نرجع إلى ذلك الدليل في استنباط الحكم الشرعي ولكن إجماع الفقهاء على حكم دل عليه ذلك الدليل واستنادهم إلى ذلك الدليل يعطي قوة لذلك الدليل من حيث السند ومن حيث الدلالة من حيث السند ومن حيث الدلالة يعني حتى لو كان السند نفترض أنه اعتمدوا على رواية ولكنهم أجمعوا على الحكم الثابت بتلك الرواية فعمل الفقهاء بتلك الرواية يجبر السند عنده كثير من فقهائنا عمل الأصحاب بالرواية وعدم إهمالهم لها ورغم ضعف سندها قد يجبر السند عندنا هناك من يقول بذلك وطبعا هناك من ينكر ذلك لكن النتيجة يوجد من يقول بأن عمل الأصحاب خصوصا إذا كانوا مجمعين على العمل برواية معينة هذا يجبر سندها وإن كانت ضعيفة السند أيضا من حيث الدلالة لنفترض أن هذه الرواية من حيث المدلول لدينا لا تدل على ذلك الحكم الذي أفتو به لدينا الآن ظهورها لدينا الآن قفر لا تدل على ذلك ولكن استظهار هذا الجمع من الفقهاء استظهار الحكم من هذه الرواية يقوي دلالتها على هذا الحكم يقوي ظهورها في هذا الحكم لأنه يحتمل هناك أن هناك قراء غابت عنها لم تصل إلينا هناك قراءة لفظية قراءة حالية قراءة كذا المهم أنها لم تصل إلينا أو حتى مثلا بعض الظهورات التي كانت موجودة في ذلك الزمان التي غابت عننا في زماننا فالمهم إذن إجماع الفقهاء وعملهم بتلك الرواية واستنادهم إليها يقوي ذلك الظهور الذي استظهره أولئك الفقهاء ولا نستطيع أن نأتي ونقول نحن في هذا الزمان لا نستظهر هذا المعنى من الرواية نقول ما استظهره المتقدمون هو المقدم والأقوى من استظهارنا نحن هذه النقطة ثانية أيضا النقطة الثالثة من الأمور التي تساعد على استكشاف الحكم أو الارتكاز من خلال الإجماع هو أن لا تكون هناك قرائن عكسية يعبر السيد الشيء أن لا توجد قرائن عكسية يعني ماذا؟ يعني أن لا تكون هناك قرائن أن لا نجد هناك قرائن تدل على أنه في عصر الرواة وعصر المتشرع المعاصرين للأم عليهم السلام أو عصر الفقهاء القاربين من ذلك الزمان لا توجد قرائن تدل على عدم وجود ذلك الارتكاز افترض أن هناك قرائن كانت تقول لا هذا الارتكاز غير موجود يستكشف منها أن هذا الارتكاز غير موجود وطبعا هذا واضح لأنه عرفنا أن نحن عرفنا أن الارتكاز هو الواسطة بين الإجماع بين ثبوت الإجماع وبين ثبوت الدليل الشرعي فإذا كانت هناك قرائن تضعف وجود هذا الارتكاز ضعفت الواسطة ولم يمكن استكشاف الدليل الشرعي من خلال الإجماع المسألة الرابعة يقول أن تكون المسألة التي أجمع عليها الفقهاء ليست من المسائل التي قد يتلقى حكمها من غير الشرع مثلا كأن يكون حكمها حكما عقليا يعني يمكن أن يستدل عليها بالعقل لديها دليل عقلي أنه يحتمل أن هؤلاء المجمعون اعتمدوا على الدليل العقلي أو مثلا كانت مسألة فرعية يمكن أن يستدل عليها بإطلاق أو عموم معين من الأدلة الفقهية نعم إذا كانت مسألة رئيسية وليس لها دليل إلا الدليل الشرعي أو البيان الشرعي هذا يساعد ماذا في أن هذه المسألة التي أجمع عليها الفقهاء نسأل أنه ما هو لماذا أجمعه إذن لابد أنه اعتمدوا على ارتكاز ووضوح معين وهذا الارتكاز هو الذي كان وليدا للدليل الشرعي إما كلام المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم هذه نقاط أربعة تساعد في كشف الإجماع قال وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها يعني باعتبار أن الإجماع كاشف عن الارتكاز والوضوح لدى الفقهاء والرواة القريبة من عصر الغيبة وهذا يكشف عن ماذا؟ عن البيان الشرعي إما باللفظ أو بالفعل أو بالتقرير يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر أو مساعدة على ذلك إما هي أساسية أو مساعدة الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم من المتشرع أو ما شابه ذلك دون الفقهاء المتأخرين لا الفقهاء المتأخرين لا يكشفون عن هذا الارتكاز الثاني ألا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم اعتمدوا عليه في الفتوى بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه لاحظ هذا مهم لا أود أن نلتفت إليه مهم لأن بعض الناس المعاصرين الحديثين أو الحداثويين لديه من السهولة جدا نقطة مهمة أدنى الأخوة الدارسين أن يلتفتوا إليها لديه من السهولة جدا أن يأتي ويرد الدليل يقول أنا لا أستظهر من هذا الدليل ما استظهره مثلا الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد ويعد هو ما استظهره هو مساوق أو بنفس قوة ما استظهره الشيخ المفيد مثلا ليس قضية هكذا ذلك معاصر قريب من عصر الناس استظهاراته تكون أولى لأن المهم لدينا هو معرفة الظهور في زمان النص ليس في زماننا الآن لذلك قالوا التفتوا نعم في هذه الحالة يعني في حالة وجود إجماع ولكن يوجد مدرك وجدنا مدرك عند بعض المجمعين جملة منهم معتد بها نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين أو استناد المجمعين إلى المدرك المعين يشكل ماذا قوة فيه يعني قوة في ذلك المدرك قوة في ذلك الدليل ويكمل ما يبدو من نقصه ومثال ذلك أن يثبت فهم معنا معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها فإن ذلك قد يقضي على يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى يعني يأتي شخص معاصر يقول صحيح أنهم استظهروا ذلك من الرواية ولكن أنا لا أستظهر ذلك ظهور العرفي الآن غير ظهور عرفي كما هذه الدعوات عند بعضهم الآن أنه الظهور العرفي الآن هو أيضا حجة نحن نقول لا الحجة الظهور العرفي في زمن النص الفقيه كل الفقيه من يستطيع عن ماذا أن يحدد الظهور في ذلك الزمن بالقواعد الموجودة لديهم ومن تلك القواعد والأمور المهمة هو أنه إذا أجمعوا بالاعتماد على فتوى بالاعتماد نعم أجمعوا على فتوى معينة بالاعتماد على رواية معينة هذا يقوي ظهور تلك الرواية في ذلك المعنى أو ذلك في دلالتها على ذلك الحكم الذي أجمع عليه هذا يعتبر من قرائن الفقيه في هذا الوقت على أن تلك الرواية كانت ظاهرة في ذلك المعنى ولا يستطيع بسهولة يأتي ويقول لا نعم استظهروا هذا المعنى لكن الآن هذه لا تدل على هذا المعنى أنا لا أراها تدل على هذا المعنى المشكلة أن هناك بعض الناس الآن يستسهل هذا الآمور نعم قال فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى الذي استفاده المجمعون نظرا لماذا نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عن الثالث الشرط الثالث ألا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الروات والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة الذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط وهو الارتكاز فإذا شككنا في الارتكاز يعني ضعف الوسيط فإذا ضعف الوسيط ضعفة الدلالة المشار إليه في الرابع الشرط الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع وأما إذا كان بالإمكان تلقيه تلقي الحكم من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق فلا يتم الاكتشاف المذكور كما هو واضح مقدار دلالة الإجماع هذا الإجماع على أي مقدار يدول فهذا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة